هذا هو حالها تقريبا كل ليلة من نهار جالس في الصباح فاقت قمر على أشعة الشمس والهواء العليل اللي داخل من بالكم ناضت للطوالات ووقفات قدام المرأة كتشوف في عينيها اللي من فوقي ديما كيصبحوا على نفس الحالة كلما فكت فيها غسلات وجهة وخرجات بالثلاث البيجامة اللي لابسا لبسات وهبطات للتحت ولقات جدات هكت فتا سلمت عليها وفتلات معها وهي تقول قمر لميما بغيت نمشي نقضي واحد لغارات ما غدا نرجح تلعشي قالت فاطمة واخبنت سوقي غيب شوية وردي البال لراسك وملي تكوني جايا جي محا خالق راه الطريقة تكون خاوية قالت قمر اوكي هاني مشيت فرجعت قمر وركبات في سيارتها اللي كانت رونج روبا شدات الطريق اللي مدينة حيث الفيرماجات بعيدة وصلت لوسط المدينة وتوجهات للشركة ديانهم وقفت في الجهة الخرق قدام الشريقة ودوزات نمردي الخطها وبعد مدة جواد قالت انا لتحت نزلي عندي وهي تقول واحد فين كنتي غابرة قالت قمر هبطي وغادت عرفي وقطعت بعد دقائق خرجات واحد من الشركة وجات عندها حلات الباب وطلعت وهي تقول واحد عاش من شفر فين ضدتي وخليتي روينا موراك قالت قمر ما تخضريش لي على الشركة حيث ما بقى عندي فيها سوق هيك انتي وامير واقفين على كل شيء ودائرين الواجهة انا جيت على غارة داخل قالت واحد شنو كوبا؟ قالت لها قمر جدة وخالي لقيتهم واينا دابة قلسة معهم في الفيرمة دي الماما جيت نقولها ليك انا بغيتي تشوفيهم لمي ما دي ما كتسول عليك قالت لها واحد عادت فاتع لها الشمعة فين كانوا سينين هادي شافت قمر فيها بحدة وقالت نزلي في حالك قبل ما تسمعي خلو الدنيا استفسري في اللون وحارفيش نو كاين عاد حلي فرمة حلات وهب الباب وقالت ما تغبريش كسيرات قمر والأعصاب كيلعبوا عليها ما عارفاش كيفاش تعامل مع اختها اللي حاسبة لكل ضدها كيف ما دارت معاها كتلقى بيبان مسدودين ابقات سايقة حتى لقات راسها في الحي فين ساكن نجم الدين صدمات في راسها كيفاش حتى وصلت لها جات راجعة باللور حتى لمحات سيارته جاية ولات كلها كترجف وقلبها بغي يوقف كتشوف فيه نازل وعينها عامري بكمار وحشات وبلقيها وما كرهاتش تجل عندو تعنقو وتخبف صدر رجعت قمر الفيربا طلعات لبيتها وبدلت حويجها قبل ما يشوفها شي حد مشات لبيت جدها وعلماتها بلا رجعت قلثات معها شوية مجمعة وهي تموت هبطات قمر مع الضروج وخرجات من البان يالله بغت دور جهة الاستفل وهي تلمحو من بعيد واقف من ورس دياج كي يشوف فيهو بتاسمات وعينيها تغرغرو بالدموع مشات كتجريل عندو وهو بدور فتح ليها دراعو والترمات في حضن ساجد عنقها بقوة وقال عند بالك تخبيتي شفتي واخت مشي لآخر الدنيا غادي انتبعك قالت خليتي بلاستيك وهو يقول ما شفتي انتي كنت عايش ونقصاني اهم حاجة قالت شنو ييهد الحاجة قال نجيرك ضحكات وقالت انا قال اه انتي وكيشوف في الفيرما وقال هادي آخر بلاستة ممكن نتوقع نلقاك فيها قالت احسن حاجة درت هيجيد لها طول فيها شوفة وقال مرتاحة بعدات عينيها وقالت اه كنت غادة نركب الخيل تمشي داروا جولة بالخيل ورجعوا الفيرما كانت الشمس كتغر داخلين كيتمشى وجارين الاحصنة احتضت صادفهم على سيارة بدر داخلها اهبط منتوا موبيل وشاف قمر وساجد اللي معاها قرب لعندهم وهو يجرها بايد واحدة عنده وبازها في خدها ساجد بقى كيشوف مفهام والم فقط مخنزر في بدر هو يقول بدر شكون هذا اللي معاك قمر شافت في ساجد اللي قرب تفرقعه وقالت هذا صديقي ساجد كنا خدامين مع بعض ساجد هذا خاري بدر ساجد شاف فيها مستغرب وقال خالك وهي تقول اه خالي هو وجدة عايشين هنا وهو ممعمل كنت غالصة عاد تطلق وجهه وقال اه متشرفين مد ايدو البدر وصافحو بدر وقال له مرحبا بيك وهي تقول هو اللي علم نيركوب الخيل نجب الدين طلع لبيته وجبت سيجارة شعلها كيكمي حتى شاف التليفون كيسونة وهو يقول ساجد كاين في الدار؟ قال له نجم الدين هممم امت جيتي؟ ساجد قال له هاد الصباح شويه وانا عندك ماداش بزاف ديالوقت حتى دخلت سيارة ساجد وخرج وهو يبال ليه نجم الدين قلص في الجردة قرب عنده وشافه نجم الدين ونات سالم معاه قال لي عجباتك امريكا ما قلتيش غديتطول هاد المدة كلها وهو يقول مساجد الواليد بدك يعلم وكان خاص نشد عليها الخدمة ايش خبارك؟ نجم الدين قال مكفس وهو يقول ساجد سمعت زعمة ما عارفش فين تكون مشات نجم الدين هز فيه راسه وقال وانت عارف وهو يقول ساجد شنو غدي نعرف وانا عجيت نجم الدين قال عمرها هضرت معا وهو يقول له ساجد فالوال كنا على اتصال ومن بعد كلها تشغل وما بقي نهدر نعق مدة طويلة قال نجم الدين حسب اللي غدي نلقاها قال ليه ساجد وشنو غدي تدير من اللي تلقاها ما يمكنش ترجعها إلهي ما بغادش نجم الدين تك على الفتاة وقال هاد الشي بيني وبينها ساجد قال كان بينك وبينها فاش كنتو باقي مخطوبين نجم الدين قال شكون قال ليك سالينا قال ليه ساجد أنا ما باغيش نتدخل حيث القرار كيبقى ديالها ولكن من اللي خرجات من حياتك خاصك تحتارم قرارها نجم الدين قال ليه باغي تمشي ما غديش نحبسها ولكن قبل خاصها تشرح شي حوايش وديك الساعة اللي يعونها بقاوا قالسين وكله واحد فاش كيفكر ربا ما في نفس الشخص ولكن الأفكار مختلفة ساجد مشاعرهم خربك من جيها فرح باللي علاقتهم انتهى ومن جيها خراحة بصاح واشنو كيمر بيه حاليا غير من الحالة اللي كيشوفو فيها أما نجم الدين فكانت حاجة وحدة كدور ليه فراثه وباغي تأكد منها وصل منتصف الليل وهوينه تساجد ودع نجم الدين وخرج في حال نجم الدين حتى هو طلع البيتوي ناس وفي اليوم الموالي ساجد ناضب تحمس اركف سيارته وتوجه الفيرمة ادخل من بعد ما حلو ليه البال نزل وشافهم جالسين في جليزة مش هسلم على الجدة وباس لها ايدها قالت فاطمة الله يرضى عليك أولدي خربق القمر شعرها وقال صباح الخير المشاعة قالت ما عندك شغل جاي عندنا معها بصباح قرصاتها جداتها وقالت كوني تحشموا هاكا الناس كيعملوا دفافهم وهو يقول ساجد غير خليها ولفت على القميع ديالها فاطمة كتشوف فيه بابتسامة وقالت من اين تكتعرف بعدياتكم وهي تقول قمر شي عام ساجد قال قربنا نكمله عامين قالت قمر واو جاحد شي داس فاطمة قربت عند قمر وهي تقول فكرني في جدك كيشبه ليه بالزهف حتى هو كان دوي وقال بنات تابعينه ولكن اختارني اهم غير جدك ما كانش دير هاد الزواق قمر حبسات الضحكة وبيت تقول لها فاطمة وخاهكا اغزال تبارك الله ساجد اسمحا وجهت ضحك حبسها غير بالزز شافت فيه قمر وهي تدير ليه بالاشارات ها واحد المعجبة حك راسو ودار كيشوف الجهة الخراك يضحك قلسو مع فاطمة مجمعين حتى ناضط قمر وساجد خرجو كيتمشو في الطبيعة وهو يقول ساجد ممكن نعرف علاش خليتي كل شي ومشيتي قالت كان اصعب قرار خديد اللي ممكن ندمع ليه حياتي كاملة قال ساجد واش نجم الدين هو السبب قالت انا السبب اي مصيبة وقعات كنكون انا السبب موراها ادي توبي ما فيه الكفاية اللهم من ساحب من حياته قبل ما نزيد اديه ساجد وطف وشد فيها قابلها معه قال هاد الهضر اللي كتبولي غير منطقية كيفاش انتي اللي كتسبي في المصائل ما تحمليش راسك حويش ما عندك علاقة بهم انا عارف بلي نجم الدين تخلي الحبس على قضية عمك وانتي شهدت ضده حيت بباك حطك امام الامر الواقع قالت شهد ضده حيت كنت جابانا هو عوني ما مره مجوش وانا باش جزيته خليتهم دخلوه الحبس وكون غير جات على هاكا نزد دموع من عينيها وقالت انا صدقت قطانا عرفتي شنو درت انا قتلت خطيته انا قتلت ناهد البنت اللي كان كيبري الحادي تفاش ماتت انا كنت سبابه حطات قمر اديها على وجهها ونهارت بالبكار ساجد بقى واقف مصطوم الهضر اللي اسمع قرب عندها وعنقها كي طبطب على ظهرها قال انتي ما قتلتي حد كان حادث ماشي انتي خرجتي فيها عن قصد وحتى انتيك انتي على فراش الموت هي كتاب لها تموت في ذاك الحادث حيت تقادى اجالها علاش كتحملي راسك دنب مدرتيج قمر هزات راسها في ساجد وبعد نجمة ديني اللي عرف هادشي غادي كره ما نقدرش نستحملي كرهولية غا نزيد نكره راسي كتر انهار عرفت كنت غدا نحماق ما قدرتش نقولها لي داكشي باش مشيت وخليت حيتي لا تخلى عليها هو غا نموت فيها ساجد كي مسحلي هادموحها وقال حط يدي على خدودها كي مسحلي هادموح بقى سارح في عينيها اللي كيبرييه وشفارها الفازدين نزل عينيه لشفايف هالي ونوحة مريه قبل ما يشعل هبط وجهه وحت شفايفه على فمه وفجأة تجرات من بين ايديه وجاته لفمع لوجهه على ايتر هاتاح في الارض حط ايدوح لفمو ودور وجهه هو يباليه نجم الدين واقف كيغلي وشاتف ايد قمر اللي كلها كترجم وقف ساجد كيبسح جنب فمو من الدم وكيشوف نجم الدين اللي وجهه حمر وجسمو مشدود بغيه جم عرف راسو هاد المرة اتمادها وما كانش عليه يقرب لها بهاد الطريقة قمر حاسب ايدها على وشك التقطع بكترة ما مزير نجم الدين قبضتو عليها ولكن الخوف اللي ركبها كان غالب وما عرفاتش شنو كيدور فراثو اكيد فهم غالط حاولات تجر ايدها ولكن كيف حس بها نجم الدين وهو يدور خنزر فيها بطريقة غريبة خلعتها قال ليه ساجد اطلقها دار عندو نجم الدين وقال انت اخر واحد يهضب قال ساجد عارف راسي غلط ولكن ما عندكش الحقد قاطعو نجم الدين بالغوعد ساجد اغبر من هنا قبل ما نغلط فيك قال ما محركش من هنا اللي خاصو يمشي هو انت ماشي كلش بيناتكم سالا لقنجم الدين من ايد قمر وقرب عندو وشنق عليهم الكل بايد ونزل عليه بالايد الاخرى اللوجه قال ما زالك اتهضر دايرها قد راسك وقد هضر نزل عليه بلاكم اخرى وقال ايش داك تقرب ليها شكون انت حتى تدبوثها هذهك تيالي انا ما عندك الحق تقيسها قال ساجد ماشي تفارقتو ما زال ما باغي تفهم باللي مشات وخلاتك رجع نجم الدين كيترفيه ساجد حتى هو ما كانش في العاكزين ردت دقة لنجم الدين وهم يتشابهوا دقة فيا ودقة فيك قمر بقيت كتشوف فيهم مستوما غير باللي هادم في وجاه هما بجوج وهي تقرب بغا تفرقهم حطات ايدها على دراع نجم الدين بغا تتجوفه تنضر منها وبديك القوة تلاحظ الارض حسات بشئتين شادين فيها عونوها وقفات دارت وهو يباليها بدر شدات فيه وعينها عليهم قالت خالي بليز فارقهم غادي يقتلوا بعضياتهم عافا قدير شي حاجة تلفت بدر كيشوف في جوج وحوش كيضربوا في بعضياتهم احتى واحد فيهم ما بغيت راجع قرب عندهم وهو يدخل بيناتهم فرقهم وجرج ساجد بصعوبة البعيد وكيحاول يتحكم فيها قال بدر معنا شنوا واقع هنا نجم الدين كان غادي عندهم وهي توقف ليه قمر فطريقه قالت صافي باركا شوف وجهك كيف ولا شاف فيها نجم الدين مطولا وهو عاقده بانت فيهم عصب المعقول بعدها بيديه وتم غادي رجعت وقفات ليه قدامه وعنقاته من كرشو وقف جامد ومسطوم من حركتها حس برأسه فشل وهو حاس بيديها معنقية استمشق ريحتها اللي كان محش هدو الشهور كاملة كان غادي حماق بالتقلاب عليها واللي زادوا انه ما عارفش علاش مشات وخلاتوا فجأة قمر كيف حسات باللهده وهي تبعد حضرة رأسها جات غادي وهو يجرها حتى دارت كلها قال فين غادي مازال متفاهمناش جرها مورا غادي بخطوات كبار وبالكاد قادرت واكبه في المشي دارت شافت خالها اطلق من ساجد وتابعها دارت ليه بيدها غير خليك خرجنا جمدين من الفيرمة وحلت موبيل وشاف لها وقال طلعي دارت كيف غال لها وركبات دارت كبحته هو وزاد مكسيري ابقى وغادي نفس انت حتى واحد مهضر كانت حاسة بيه في حال كانت حاسة بيه في حالة ممكن تفرق عليها في اي لحظة تازمات الصمت لانها مقادراش تبرر فعلتها وقفناش مدين اللوتو كانوا وصلوا لما كانهم المعتاد جنب الشطر ابقى تقمر كتشوف قدامها شحال عادت شجعات ودارت عمله بالي هد منازل من فوق حاجبه وهزات ايدها بغا تقيس بلاست الجرحة وهو يشد ايدها ودار عندها زيّع لمعظمها وشافيها بنظرة قاصحة قال عجباتك البوزة حركات راسها بالله وهي تقول ما تفهمش غلط انا كنت قال علاش خليتيه بوزك حلاش شنو بيناتكو قمر كتكمش عينيها بألم وقالت ما بيني وبينه واني وما كنت شعار فغا يدير تصرف حال هاك طلق من ايدها وقال حسابي معاه ما زال ما سهلا وهي تقول علاش قدار بي راه هو صاحبك ما خستكمش تخسروه علاقتكم بسبب وحدة بحالي نجم الدين خنزر فيها وقال اه هو صاحبي ولكن نخسر معاه الف مرة الى قرب ليك مرة اخرى قمر نزلت دمعة من عينيها وقالت انا ما نستاهلش هادشي اللي كتدير على قبلي انا ما نستحقش ذاك الحب اللي كتحس بيه من جهتي ما تخلينيش نتعدب كتر من هاكا وما تصعبش عليا الامور وخليني نسع حلات باب الطموبيل ونزلت كتجري بكل ما في جهتها حتى تجرات من دراحة ودورها عنده شد في ايديها بجوج بقوة وعينيه في عينيها قال غلطتي فاش مشيتي وخليتيني غلطتي فاش بعدتي عليا غلطتي فاش ما صارحتينيش بالحقيقة علاش تلو مراسك علشي حاجة ما كانتش بيدك انتي ماشي قطانة سمحتي انتي ماشي قطانة واللي وقاع ماشي دنبك شافت فيه بدهشة كيف فاش حتعرف اكيد سمح ديتها هي وساجد نزلت عينيها ما قادراش تشوف فيه مازال شافت في عنقه وهي تبالي هالسلسلة اللي هداته في عيد ميلاده قلبها رجع كيدرب بسرعة كيفاش حتى باقي لابزها لحد الآن حط نجم الدين ايدو تحدقنها وهزليها راسها نص غضبو تلاشا فاش شاف الدموع في عينيها ايه تصدمو تايش اسمع باللي كانت بطرف في الحادث ولزمو لحظات باش يستوعب دك الشي اللي اسمع ولكن نظرة الالم اللي كانت في صوتها وهي كتعود للساجد وخوفها من انه يجرها نهاري عارف خلاه يحس باشنو مرات بيه في هاد الفترة كل واحد فيهم كان كيتعدف في جهة ولكن ما زال كيلومها على هروبها بدون ما تقول ليه السبب كان حاير ما عارف كيف يتعامل معها في هاد اللحظة واللي زاد الطين بنا هو تصرف ساجد لحد الساعة باقي كي يغلم الداخل فاش كيتذكر المنظر اكيد ما غاديش يدوذها ليه بالسهل قالت اردى انا وهو يقول هاد الاسم المقربين فقط اللي من حقهم يعيطوا ليه به بلعات الغصة وقالت اسمح ليه ممكن طلقني بغيت نمشي في حالي قال بغيت نطلقك ولكن ما قادرش خايف تمشي وما نرجعش نلقاك مرة فا عرفتيش نداز عليا وانا كنقلب عليك وما عارف حتى السبب اللي خلاك تمشي علاش مصارح تينيش اقاما علاش قالت ما قدرتش من داك الشي اللي سبعت عرفت باللي كنتي كتبغي خطيبتك لدرجة كبيرة وانا اللي تسببت في الحادث فاش ماتت كيفاش باغيني نجيو نصارحك قال انتي كنتي عارفة باللي هي في داك التاكسي حركات راسها بلا قال خرجتي في التاكسي حنقصت عينيها مغرغرين وقالت اللو جرها عندو قا اي داك علاش غادي نلومك ولا نكرهك نفاجرات بيلمكا وقالت من نهار عرفت وانا عايشة في العداء ما عرفتش شنون دير ووقت ما شفتك كان حس براسي غدا نهارك حقدت على راسي وكرهت داك النهار تمني تكون حتى انا مت نجم الدين جرها عند نقه وقال شش ما نحاودش نسمع هاد الكلمة من فمك بقاموة دا مع النقهة عاد حس بالراحة دور ايده على خسرها والايد الاخرى كيدوذها على شعرها وقال علاش قطعتي شعرك قالت انهار خليتك كيف رجعت للدار وقفت قدام المراية كرهت راسي واي حاجة فيه بان لي المقص وانا ندوذ عليه قال ورجع لي شعر حبيبتي طلعت معاه الصهونية وقلبها بغي سكت بعدها وقابلها معاه وقال حتى هكا جي تزوينا ولكن اخر مرة قطعي سمعت حركيت راسها بقاه وحطات ايدها على الحنك وقالت لحيتك كبرات قال شحال هادا ما نقصتها عقلي ما كانش معايا بسبابك اخر مرة تخبيع لياشي حاجة اخر مرة تمشي وتخليني حيت ساعتها ما غاديش نغفر ليك تصرفاتك وخانا عرف نحيد هاد القلب من بلاستو كتشوف فيه بعينيها حشمانة من تصرفاتها قالت عمر مين بعد عليك ماذا قال وساجد كون ما العشرة اللي بناتنا كان تصرفي معاه غادي يكون اسوأ من الاحسن تباعد عليك وهي تقول اوكي واش تصالحنا قال ما زال دار ايدو في الجيبوش بتخاتم الخطوبة ديالها شد ايدها بعصبية ودارو لها فصبحها قال هادا تعاودي تحييديه انطير ليك الصبع من جدرو مفهوم هزات ايدها كتشوف بالخاتب قلباتها وهي تشوف اسم ناجم الدين محفورة فيه تبسمات وعينيها فازقين بدمور تعلات وباس تفحنكو وقالت سمح لي زير عليها من خسرها وقال ايه لما سمحتش ليك غير انا اللي غادي نتعدد وهي تقول ممكن نعيط عليك ارضا تحنا وعدها من شفتها وقال من نهار سمعتها من عندك مبقيت حملت نسمعها من عندش حد دافور من غيرك حطات ايدها لشفتها وقالت اها ما اجي قال راه غادي نمرمدك في هاد الرملة وهي تقول ممكن طالب قال ليها شن هو قالت بليز ما تخاصمش انت او ساجد وهو يقول انتي خرجي هاد السوق قالت ولكن وهو يقول لها صافي هدرنا قالت لو اوكي حطات ايدها على وجهه وقالت خاصتك تداوي هاد الجروح عندك علبة الاسعافات في الطموبيل قال مهم جراتو وقالت اي جين داويهم ليك دخلو للطموبيل وجبد نجمة دين العلبة مدها لها حلاتها وهزات قطم كتنظف بيه الجروح بتاسم نجمة دين وقال كترجعي الدين قالت مهم وهو يقول وفينا هي الفائدة صغرات عينيها وقالت الربا حرام شدها نجمة دين منفكها وزير على خدودها احتاخ رجوش فايفها وهو يقبلها بقوة قال ليها وهيد الشي اللي كدير انتي ماشي حرام ست شهور وانا محروم من هاد العينين ومن هاد الفم ولكن غير باللاتي غادي نخلف فيك هاد الشي كله قالت اسمح لي انا ما نستاهلكش دووز ايدو على شعرها وقال قلبي سامحك فاش شفتك وعمرك بقى تقولي هاد الهضراء انا عاد رجعت فيي الروح من اللي شفتك قالت لي خاصنا نرجعه وهو يقول نجمة دين تمك فين كنتي هاد الوقت كله قالت اه دي ماردتو موبيل وقال كنتي قريبة وانا قربت نخرج نقلب عليك خارج البلاد قالت باش عرفتي فين كاينة قال ليها تبعدك القرد ثولت واش عارف فين كاينة وكدب عليها في وجهي قالت راحت هوا القاني غير البارح قال نجمة دين واشنو دابا غدا تبقاي عيشات ما قالت اه مرتاحة بزاد ديك البلاسة كانت ديال حائلة جدي بابات ماما تمك تزادت وكبرات ومنلي مات جدي جراوا عليهم عمامها باعوا الفيرما وفرقوا الورد بيناتهم ولاحوا الجداتي شوية ديال الفلوس قدرات تكريبيت بيهم وخدمات حتى كبرات ولادها منلي ماما طلاقات ببابا وعرف قصتها شرى الفيرما من عندوك اللي خداوها وكتبها في سميتها وسكن فيها عائلة ماما نجمة دين وقفته موبيل قدام الفيرما وقال والشركة غدا ترجعي لها قالت حاليا نلا قال على خاطرك كيقرب لوجهة وقال دابا انا وقت ما بغيت نشوفك خاسني نضرب ثلاثة ديال سواع ديال طريق كل نهار قالت علاش غادي تجي كل نهار عقد حجبانه وقال واشنو ودول صبعه على خذها وقال عرفتيش حالته وحشته ابقى كيقرب لشفايفها قمر دورات عينيها وهي تلمح بطر واقف في باب الفيرما وكيشوف فيهم دفعات نجمة دين وحلات الباب وخرجات كتجري عندو نجمة دين حل عينيه ولقى غير الفراف شافها واقفة مع نفس الراجل اللي فرقهم هو وساجد غابان ليه وهو يخرج قرب عندو مخن زرف بدر اللي حتاه هو مبادلو نفس النظرات قال واش انتي بخير قال بدر شكون هادا اللي مشيتي معاه وهي تقول قمر هادا نقص نجمة دين وقال خطيبها وانت شكون بدر شاف باستفهام في قمر وقال بالصح حركات رأسها بقاه وقال بدر انا خالها قمر شافت في نجمة دين مصغر عينيه فيها قالت والله لخالي هو ماما صغير بدر شنق عليها وهو يقول انتي خفتي منه وما خفتيش مني انا نجمة دين حيدليه ايدوه من علعون قمر وصفحه وقال له متشرفي تحك بدر وقال متشرفي ادخلت تعرف على الواليدة قال نجمة دين مرة اخرى من لي نجي انا والعائلة قال ليه بدر ان شاء الله نخلي كون قمر ما تتعطليش خال بدر وهي تقرب قمر من نجمة دين شدها من خسرها وضربها برس وضربها خفيفة قال عقلي هربتي وخليتيني منشو قالت ورا خالي كانت يشوف فينا قال جاب الله صدق خالك كنت جاي ناوي على خزيت قالت مالك وليت يشاعل على والو قال على والو خليني ساكت حسن وهي تقول خاسني ندخل وعنقاتي عنقها وخشوشو في عنقها وقال ما صخيتش باسها في عنقها وقال سيري دخلي دارت ليه باي ودخلات اركب النجمة دين في سيارته وذات كانت غادة داخل البطار احتبال لها ساجد قالس في الجردان شافها وهو ويوقف وقرب لعندها كيف وصل تلقى صفعة من عند قمر قالت آخر مرة تعاود بحل ديك الفعلة وشافت وجهه قالت له تبع عني دخلات وساجد تابحة من لور قالت ليه تسنف الصالة طلعات وجابت الدوا وفاسمة ورجعت عنده هاذا دك الشي وبقى غير كيشوف داوات ليه وهي مخنزرة كيف كملت وهي تنود غدا طالعة احتعيت عليها قال قمر تلفتات وهو يقول كان عتادر عارف الفعلة اللي درت لا تغطف وهي تقول له من بعدها ساجدت هاد الساعة ما قادراش حتى نسمعليك ولا نقبل اعتدارك طلعت مع الدروج وساجد حتى هو اخر الزاعف اركب في الطموبيل وشد الطريق لداري مروا أيام ونجم الدين وقمر كيتشوفوا يوميا كيجي ياخدها من الفيرمة وكيقضيوا وقت مع بعضهم كل مرة في بلازا وقال لها باللي غي يعلم عائلته باللي رجعوا مع بعض وغي يجيبهم يتعرفوا على جداتها وخالها فرحات قمر بهذا الخبر وخا كانت خايفة لما يحملوهاش من بعد دكش اللي دارت ولكن اللي كيهمها هو نجم الدين وتشبتوا بيها برهن لها على مدى قوة حب لها شكيت فيه انه غادي تخلى عليها في اول مشكية ولكن برهن لها العكس حاجة الوحيدة اللي كتمنى هو تجمع بحب حياتها في اقرب وقت وعائلته يتقبلوها مرة فرحة وتمنات انه ساجد يقدر ينساها بسرعة وترجع علاقته بنجم الدين كيف كانت رجعها نجم الدين للفيرمة توادعه ومشل دار والديه ادخل لقاهم مجموعين على طبلة العشاء قال السلام عليكم ردوا عليه السلام وقالت له مو يزيد يتحشا قال غير بالصحة تعشيت وهي تقول له آيات مالك هاد الايام كلها كتتعشا في الزنقة يك ما عندكش معا ماكلة ديال الزنقة نجم الدين هو يقولها اديها فرسكة شنيولة الواليد الواليدة مليت ساليو بغيتكم في واحد الموضوع قالت عائشة حتى احنا بغي ننهضروا معاك في واحد الموضوع وناخدوا رأيك قال اوكي نطلع نبدل ونرجع كملوا عشاهم وجمعات آيات الطبلة نزل نجم الدين وقلت نقابل مع باهمه قال شنو هو الموضوع فيش بغيتوني وهي تقول له عائشة شنو رأيك في ابتسان بنت خالتك قال علاش هاد السؤال وهي تقول له عائشة غير قول شنو رأيك فيها قال نجم الدين خاصني نعرف فاش هيت انا ما فهمت سؤالك نقضات آيات وقالت بغاوي عرفو واش كتحجبك واش كتشوف فيها مراتك المستقبلية هيت شعلش كتسول قالت لها عائشة اللقوال عافية سديدك الفم حطات آيات ايبتع لفمها وقالت ها هو وقالت عائشة شنو قلت يا ولدي البنت مربية وحادقة تبرك الله غزالة وما خاصها حتى حاجة قال نجم الدين اه متافق معك في هاد الشي الواليدة ولكن انا كنحسبها بحال ختي قالت عائشة ولكن هي ماشي اختك وما غاديش نلقى وحصل منه وانا جاتني هي انسبوح ذلك قال راكم عارفين انا خاطب قمر قالت عائشة يك تفارقتو وهي فسخات الخطوبة قال نجم الدين وقعوا بيناتنا مشاكين ودابة تحلوا قالت من بعد قاعدك شي اللي دارت فيك رجعتيها علاش بالسلامة على قلة لبنات دابة فين ما يوقع شي مشكيل تهز راسها وتخبر دابة فين ماوقع شي مشكيل تهز راسها وتخبر وانت تقلست شو عليها من الاحسن بعد عليها لحقاش ما تصلاحش ليك البنت خالتك تبارك الله صبارة وما قدبوا قاطعها نجم الدين وقال تكون كيف ما بغت تكون انا ما غاديش نتدوشي وحدة من غير ديك اللي اختاريت قالت عائشة عبد الرحمن واش سمعتي الولد اشكي يقول ما شافش حالته كيفاش كانت هاد الشهورة زادت وخلاته بلا كل مبنجوش ودابة جاي تقولي يا باغيها عبد الرحمن قال هو عارف مصلحته فين كينا ما بغاش بنت خالته ما غاديش نفرضوها عليه قالت آيات انا ما بغيت لي لا هاديك ولا هادي احتى وحدة ما تفرح قال عبد الرحمن آيات سكتنا ماشي وقت مزحك هاد الساعة آيات حضرات راسها وقالت واخا بابا وقفت عائشة وقالت الى باقي باغيها الله يعونك بها مخلي بنت الف وحد يتمنها وكل شي كيشفهد بأخلاقها وانت لا تقليا في وحدة ما جا منها غير المشاكل ناهد بعدها كانت تبغيك كتار من راسها وعمرها سمحات فيك وعمرها سمحات فيك ماشي بحال هادي يعلم الله ايش منعجب غير يخرج منها ماذا؟ نجم الدين زير على اديه ووقف وقال آخر مرة نسمع بحال هاد الهضرة واللي تقارني بيناتهم خرج ركب سيارته ومشا لداره تعصم من هضرة دي المو واللي زاد كتعاود ليه على بنتختها ورداتها ملاك وهو اللي جاي بخبارها شنو كانت كتدير في فرنسا واحتفجت شحال من مرة حاولت تقرب منه بلحشمة غير ما بغاش يخسر صورتها قدام العائلة ودار عين ميكا طلعت آيات لبيتها والتكات في بلاست هام كونكتيا حتى طلع لها ميساج من عند ابتيسام وعرفتها شنو بغانس نخليت الميساج ديالها وما داش بزاف ديال الوقت وعيطات لها جاوبات آيات وقالت شنو؟ وهي تقول ابتيسام مالك يا عقدة شوكتك بغيت غانس وول فيك صافو قالت آيات بخير ابتيسام كيف دير اخالتي؟ آيات جاوبات زي الفل وهي تقول ابتيسام وراجل خالتي ونجم الدين آيات قالت كل شي كان بخير حتى تجب داد سيرتك قالت كيف هاش؟ شنو قع؟ وهي تقول آيات ماما قالت نجم الدين شنو رأيك في ابتيسام؟ ابتيسام فرحات وقالت أهام؟ وهي تقول لها آيات قال لي ها بحلختي وهي تقول ابتيسام مايمكنش قالت آيات ومالي غدا نكذب عليك الموهيم بلا ما تبقيت حلمي بالسدار على ما فهمت رأي رجع لخاطيبته وهي تقول ابتيسام شنو؟ اللا مايمكنش آيات قالت لي ها قالها بفمه وهي تقول لها ابتيسام وشنو كان رد فعل خالتي وبابا؟ يا قلتي خلاتو وكل شي كرهها وهي تقول لها آيات ماما قالت لي هلا مبغاتوش يرجع لها وبابا محايد ماما احتاجيها ابتيسام ولات كلها كترعد وقالت مايمكنش يرجع لها مايمكنش قطعات وناضت كتجري دخلات عن دمها قالت ماما نجم الدين رجع لخاطيبته وبدا تكتبكي صافي مشا كل شي وهي تقول لها خديجة بشوية عليك وعاوديلي ها شنو واقع بتيسام عودات لها شنو قالت لها آيات وهي تقول لها خديجة ومليختي ما موافقاش ما عندك علاش تخافي نجم الدين عمرو خسر الخاطر الوالدي وإلى شاف أمو مصرة ومنظنش يبقى معديك خيد ومعندك لاش تخافي انتي يديري عقلك وخليك متبتق دامهم وأنا غدا نتصرف بتيسام عم قاتت أمها وقالت إيه لا تزوج بشي وحدة من غيري غدا نحماق في اللول كان غيرك يعجبني ولكن ده ببغيته لي بوحتي وخا ندور حتان عياء ما غاداش نلقاش راجل بحاله نجم الدين جاب قمر عند واليدي حيث قالت ليه ضروري تعتذر ليهم عارف فارسها وخي تزوجه ما غاداش تكون فرحانة 100% وهي ما بغاش تزوج به بدون رضا واليدي اعتذرات من لأم ديالو وتصدمات فجعا نقاتها عائشة وطبطبات على ظهرها وقالت ليها مرحبا بيك في عائلتنا بادلتها قمر العناق ونفجرات بالبكا عائشة دوزت ايدها على شحر قمر بحنية وقالت ما تبكيش غاي سمعك دك سقع بحساب ليه كنسلق فيك بعداتها وجراتها وقل صفق النموزية وهي تقول عائشة اكتر حاجة كتهمني هي سعادة ولدي فاش شفت كيف كانت حالته هاتش فورة الصراحة حقت عليك وخاما كانش كيبيين ولكن قلب الام كيحس طلبته دعيت انه ينسك وفاش جا قال لينا رجعت وما بغيتش ورفضت خفتي تعاود نفس السيناريو مرة اخرى ويرجع يتألم من جديد مداش عليه قليل وعانى بما فيه الكفاية بغيته يعيش هاني ويتزوج ويولد ولاده قبيلة فاش كان كيهضر معانا عليك شفت اللمعة في عيني وكيفاش كيهضر عليك عاد عرفت ماذا حبوليك دكش علاش انا سامحتك من قلبي وقاب لبيك تكوني مرة والدي وبغيتك غير تسعديه وتحافظ علي لحقاش فعلا كيبغيك قالت قمر نجم الدين هو حياتي وما نقدرش نعيش بلا بيه غلطت مرة ومشيت وخليته كنت عايشة في العذاب وأنا بعيدة عليه هو ولي عندي في هذا الدنيا قالت عايشة دابحنا ولينا عائلتك ما غاداش تكوني مرت والدي فقط انتي دابة فيما تابت بنتي آيات عارفة الأم ديالك ماتت وانتي صغيرة وتحرمتي من كلمة ماما إلى ما كان عندك مانع حسبيني في مقام أمك وكوني أكيدة فين ما احتاجيتي حضن غادي تلقيني في جنبك البنت اللي كيبغي ولدي غالية بزاف عنقاتها قمر وما قدات من الصدمة تقول والي ما تفاجآتش من طيبة أم نجم الدين وقلبها البيض بقات عاجز عن الكلام وعبرات على فرحتها بالدموع واقف نجم الدين في الباب كيشوف فيهم عاد ارتاح مليت صلحات الأمور بير حبيبته وعائلته هبطوا بجوج وقلسوا مع عائشة وعبد الرحمن وجبدليهم نجم الدين سيرة العرس وأصر على قراره يكون الأسبوع الجاي رغم اعتراض أمه ولكنه كان مصر هبطات آيات وسلمات على قمر وقلسات جنبها تغدات معهم عاد وصلها نجم الدين الفيرمة ومشى لخدمته دخلات قمر ومشى تديري كتعن جداتها خبراتها بكل شي وهي طايرة من الفرحة بركات لها فاطمة وفرحات الفرحة كانت راضية على اختيار قمر وخشفت نجم الدين غير مرة واحدة ولكن غبرتها في الحياة خلتها تشوف الصدق في كلامه وحبه القمر تازوا ثلاثيان وكانت فيهم قمر مشغولة بالتجهيزات ما بقى تشافت نجم الدين من داك النهار هو كان مشغول بالخدمة بغي يحيد عليه أي حاجة قبل العرس حيت مور العرس غادين لشهر العسل اللي خلاه مفاجأة القمر ونهار الحنة كانوا لبنات مجموعات جات عندهم الخدامة وقالت لهم يهبطوا النقاش هجال خرجات شروق وتبعتها آيات قبر هزات التليفون ديالها وقلباته ملقات حتى اتصال شطنات على نجم الدين اللي ما عيتش عليها رجعت حطات التليفون وخرجات هبطوا لبنات وخرجوا للجردة كيف شافوها العيالات وبدأوا بالصلاة والسلام على رسول الله والزغاريت وبمرافقة الموسيقى اللي كتسمع في أنحاء الحديقة قلسات قمرت وقبل ما تمد إيدها لنقاشة هزات راسها كتقلب عليها بين الحضور ما بانتش لها وهي تنزل راسها بحزن وحطات إيدها على الوسادة عيطات عليها عدة مرات ورسلت لها ميساج باش تحضر واخا يوقع اللي وقع بيناتهم إلا أنها ما كرهاتش تكون خدها حاضرة نادوا البنات كي شطحوا محيحين وكيف نشفات لحنة القمر اللي طلبات النقاشة تدير لي هادك شيخ فيه نوضوها البنات شطح بزز دارت ليهم الخاطر وشطحات معهم شوية ومشيت قلسات مع جداتها وعائشة قالت خالتي ما عرفتيش فين كاين نجمتين وهي تقول لها عائشة لا بنتي ما شفتو من الصباح قالت حتى التليفون ما كيجعوبش عليه وهي تقول لها عائشة سمعت عبد الرحمن كيهدر معاه وقال ليه يجي عنده للدار ياك ما مجموعين تمك وهي تقول قاما الميمة فين مشا خالي يكون زعمة معاهم فاطمة قالت ما عرفتش هذا قاعمة كيقول لي فين مشا وفين جا امتى يتزوج ونت هنى عليه وقفت شروق عليهم وقالت ان شاء الله هالميمة ان شاء الله وهي تقول فاطمة ايش من نهار وهو من صبيطار للدار ومن صبيطار فين غايشوف هاد بنت الناس قالت شروق غايشوفها غايشوفها داروري غير تزناي ما زال شوية عائشة شافت في قمر ويتقول لها ملكة بنتي قالت قمر ام لا وهالو قالت عائشة واش نجم الدين غايكون غام عدراري ما عندك علاش تشطني قالت قمر قال لي يا غير يسالي وغاديصوني علي وقفات وقالت غام طلع نجيب تليفون ديالي وهي تقول لها عائشة سيفطيشي واحد يجيبو ليك قالت قمر لا غدا نمشين نجيبو رافي دخلت قمر للدار وطلعت الفوق حلات الباب ودخلات ومشات حزات التليفون من فوق القوافوز شعلاتو بغا تشوفو شكاين شتي صار وهي تحس بإيدة حطات على فمها وجسد ضخم حاكمها من لور طاح لي هالتليفون من إيدها بقات كتطرف في ليدين اللي شاد دينها وكتحاول تفك منه حتى تحطات شي حاجة طبع لنيفها وفقدات لوعي على الفور هزها وحطها فوق كتفو وحل باب البيت أهبط من الدروج وكانت الدار خاوية والكل في الخارج خرج من الباب اللوراني كانت سيارة واقفة في الطلاب حل الباب الخلفي وحطها وركب في الكورسيجن بالسائق تحركات السيارة مبعدة على الفيرنا وفي مكان أخر تم خارج من الشركة وغادي كيتمشى بكل تيقى فتح لي السائق باب السيارة وطلع في المعقعد الخلفة ركب السائق ودي مردته موبيل هز التليفون ودوز المكالمة قال شنو درتو؟ قالوا لي ها هي معانا وهو يقول ناسي اديوها الفيلة الفرا قال لي الشخص خاضر هو يقول ناسي شوف ره نلقى فيها نفشة وحدة نصفها لك اقطع وخشات تليفون في الجي وبرزات ابتسامة باردة على وجهه ناسي في العابير معروف بين الناس من أنجح رجال أعمال في المغرب ومن أوثمهم بالنسبة لفتيات مجتمع الراقي فهو الرجل والصيد المثالي كل شي مجموع فيه واحتى شخصيته قوية ولكن نوم بحد على النساء وعلاقاته قلعي حتى واحد ما عارف شنو باغي ولا شنو كاين فراسل وحتى واحد ما عارف باللي عنده عقدة وحدة وهيدي العقدة هي قمر البنت الاثينين هو حتها فراسل وكان مقتنع غدا تولي ليه في آخر المطاف وجاه صحيب أنه يتقبل رفضها ليه واحتى نفورها منه كيفاش ترفضه هو وتخطب لواحده وترجع تولي مع واحد من غيره ونو يتزوج به وهو لنا هات شي خلاه يبغي يحصل عليها بأي طريقة مقتنع باللي هو ودعمها وأحق واحد منها فاش عارف باللي غادة تزوج ما كانش غادي يرفح ديه ويخليها وقرر يلتاجأ الحل اللي يمس لكم وبمساعدة صغيرة قدر يخطفها وفي هاد اللحظة غادي نبيها لدارو اللي ما عارف حتى شي مخلوق فين جاد بعد ساعات وصل ناسي حلو لي غارد الباب حتى دخل ورجع سدور خرج السائق وحليه باب التموبيل دخل فيل لو لقى المساعد ديالو كيتسنها قال ما زال ما وصله قاله المساعد ما زال هو يقول ناسي غدا تكون طائرة خاصة واجدة غادي نغبر شوية بما تقدت الأمو الاجتماع المهم داد اليوم اللي باقي تكلف به انتا قاله المساعد غادي معك المدموزة هو يقول ناسي وليش أنا غادي أصلا حيد منك هاد الغباء انا طالع نرتاح منلي وصلوا طلعو هالبيتي قاله المساعد حاضر طلعنا صيف مع الدروش العراض اللي اللاجات في منطقة خاوية وبعيدة شادة مساحة كبيرة ومجهزة بنظام أمني مشدد انه ملا ما تدخل ولا تخرج بلا ما يعرفوه ادخل غرفتو من الحجم الملكي حيد حوايجو ودخل الحمام ياخدوش تحلات البوابة فور ما تعرفو الحراس على السيارة دخلات وتوقفات أمام المعمر اللي كيأدي الفيديو خرج الشخص اللي كان جالس جنب السائق حل الباب اللوراني وهز قمر فوق كتافه خرج الشخص اللي كان سائق ودخلو بجوش شايف هم المساعد اللي كان جالس في الصالة وهو يقول طلعو هالفوق طلعو مع الدروش والسائق حل الباب وبعد ودخل الشخص اللي هز قمر وحطها فوق الناموسي تحل الباب الدوش وخرجنا الصيف لاوي فوط على نصه شاف قمر فوق فراشو هو يبتسم بانتصار قال ممكن تخرجو حضروا ريوثهم وتمو خارجي قرب الصيف وقلس جنب الناموسي مد ايدو بعد شعر على وجهها ابقى كيتأمل في وجهها وكيمرر ايدو على شعرها وقال كنتي باغد زوجي بواحدة فور وظنيتي غادي نخليك مايمكنش كنتي السبب وردخول الاب ديالي لسبيطار اش حال من مرة ومحقدش عليك عرفتي علاش حيت كنت عارف باللي اغتاصم ماماك كل مرة كنت كنشوف القره في عينيك تجاهه عرفت باللي موراشي سبب احتجى النهار لي عود لي على شنوقها عادو حيت كان كيموت على الام ديالي علاقتو بامي عمرها كانت مقاددة ديما مخاسمي وفيش كنت صغير كنت كنسمع من الوالدة ديما كتهدر على مرة اخرى وتقول ليه مشيتي تشوفها عمرها تديها فيه راه تزوجات بخوك اللي حسن منك واغنى منك عاد فهمت دابع لاش كانت كتهدر ولكن انا ما غاديش ندير نفس خطأ الوالدة ونخليك تزوجي بباحة اخر كيتأمل جسدها من رجليها الحافيتين لراسها وقال جيت يزوينا بزاف هاد النهار كنت بغيت نحصل عليك بالخاطر ونردك مرت ولكن انتي مرمتي بالسبعة ديالي ودخلت للحبس بسببه ضروري غرج عدقتي مليت القايب اللي الشخص اللي ما باغاش وقارها ملك الجسد ديالك ناصي باغي ملكها اليوم قبل غدا الرفض اللي رفضات وشحال من مرة خله باغيره دل اعتبار لرجوده اللي تهانت من عندها مت ايده لاطراف قفطان قمر بدك يطلع فيه وكيشوف فيها بشعوة كبيرة وخارج الغرفة غادي الشخص اللي كان هاز قمر وموره الشخص اللي كان سائق لابس كل شي اسود ودركاز كي تمدر قنص وجهه تيشورت الاسود مزير عليه باغيت ترتق وعرق ايده بارزين كأنه على استعداد للقتال ادرب خطوة ووصل مورا لغور تلفت في جنابه حتى ما بالي حد وهو يشنق عليه حق ايده على فمه وضربه بقوعه بليد الاخرى ضربه وحده خلاته يبقى الوعي حطه بشوية في الارض ورجع الغرفة حل الباب وباليه ناصيف بغي يطلع لها حويجها طار بسرعة وجره من قرفاته وشده من دراعه اللي كان حاطع لها ودورها ليه بقوة احتطرت قوم وخرج العدم من بلاسته سمعات صرخة ناصيف أرجاء الغرفة على الجهد دور وجهه كيشوف نصف وجه الشخص اللي ضن بلي واحد من رجع له وهو كيتقلم قال ش شكون انت غير ترحم على راسك حيض الشخص كاسكيتا ولاحف الارض ناصيف خرجو عينيه من بلاستهون بلع ريقو وانطق وشفايفو كيرجفو قال انت وهو يقول له نجم الدين انت ولد الكلب اللي غادي ترحمو عليك ناصيف قال كيف هاش تدخلتي نجم الدين قال لي ها انت غادي تعرف جروا من عمقو لانو ما لابس ويلو من غير الفوطر حكمو من اليد الاخرى ومدليه التليفون وقال له عيط عليهم وقول لهم يخليوا السيارة اللي قدام الباب تدخل قال ناصيف غادي تندم نجم الدين زير ليه على ايدو وقال والله حطن ترتقها ليك حتى هي عيط لهم ناصيف دوز نمرت احد الحراس وقال حلوا الباب للطموبيل اللي واقفة وانطر ليه نجم الدين تليفون وانطر ليه نجم الدين تليفون دار شاف قمر مستلقي على النموسية وهو يزير على فقه حتى نهار حنتها ما قدرات تفرح بيه بلا ما تخرج لها شي مصيبة دار شاف ناصيف بحدة وعيني حمرين كيخلها وداخل السيارة سايق صخر جنبوه عمر ومراد جالس في الخمس قال عمر علاش اليوم داخلين من الباب يكموا الفين نقضوا من الحيوطة قال ليه السخط هاد خينا عندو الحيوطة عالية هو يقول مراد ماشي هاكا حسن ندخلوا من الباب معزازين مكرمين قال عمر من لي خلاونا ندخلوا يعني الخطة نجحات صراحة فاش اختارتي هو يكون بلاست شي فور شكتيت غدا تتخرب الخطة وهو يقول صخر نجم الدين مدرب على جميع الفنون القتالية ودار عندو قال له يفل عصقه هو نعز قال عمر هم ما نضرج قال له صخر لا بالي يبغي تجرب وقف صخر السيارة وحل الباب وخرج خرجوا حتى الدراري ودخلوا الفيلا الحراس الي في الخارج ابقوا غير كي يشوفوا شكوا فيهم يكونوا رجال شرطة غير من مظهرهم لكن علي سمح لهم رئيسهم يدخلوا تموا داخلين والمحهم المساعده هو ينود كي يجري قال شكون انتوهم وشكون سمح لكم ادخلوا اعطاه موراد براحة ايدو لمنخروا حتى رعب شد في نيفو بايديه بجوج وهو كيشوف فيهم طالعين مع الدوج وصلوا لغرفة ناصيف وحل صخر الباب وهو يباليه نجم الدين نازل على ناصيف بالعصف وولا كله دمايات وواحد اليد مدلياء خارج من هالعدم موراد بغا يدخله هو يحبسه صخر قال له خليه وهو يقول موراد هو يلا قتله قال صخر ما غاديش يقتله غا خليه يشوف عذرين ويرجع ودار عند عمر وقال باقي بغي تجرب قال عمر لا شكرا ناجم الدين ما كانش حقل علشنو كيدير كيدرفنا الصيف ويعود جاء الهضر اللي عودات ليه قمر علشنو داز عليها بسبب بباه والعزلة اللي كانت فيها والمهانات كل شي استحضرو في هاد اللحظة والمحاولة دياله السابقة فاش كان بغي غتزبه ما قدوش هادش وزايد بغي يستغلها وهي فاقدة الوعي باش يرضي نفسه المريضة وليه نصيف لاوي كيف الشروطة بين ايديه توقف على الضرب وقال ودفل عليه وعطاه برجله وهو يقول له صخر دابا شنو خليتي فيه البلاسة فين غنصيفته امو حالي كمل فيها نهار واحد بهات الحالة دار ناجم الدين حندهم وقال ايه لاخر الشي نهار انا اللي غنصيفته يتبعك بها صخر قال ما غاديش يخرج علاش انا قلت اليوم نتحركه حيث اليوم بالدات كان عنده اجتماع مهم وكنت عارف الى غادي يدير شي حاجة غايديرها موراه ويرجع للمخبأه الى اتبعناه هو غايعيق ذاك الشي فاش قلت اليك تراقب انتا وموراد فين كينا خطيتك ومنلي شفنا اللطوء مورا الفيرما تأكتناه ويخطفها ويجيبها عنده قال عمر فاش قلتي انه هجمه على السائق اللي بقى في التوموبيل ما فهمتش شنو كنت يبغي تديره احتا خرجناه من التوموبيل وقلتي النجم الدين يقلس في بلاستو وهو يقول موراد دابا هادا غادي اندوه لسبيطار ولا المقبرة ولا العندنا قال ليه صخر هزوه يمشي المستوصف يتعالج ويهبطل تحت امشى موراد وحمر وهزوه وخبطوه صخر تقدم عند نجم الدين وحت ادوه لك تفوقع اعارف هذ الموقف ماشي ساح هز خاطي بتكور شعف حالك وانسعليك هادشي وانا غادي انتكلم عمره باقي شو في الدو نجم الدين شكر صخر اللي وقف معاه في هادشي كان عارف باللي ناصيف تابع قمر ومرقبها ويقدر يدير لي هاشي حاجة داكشي علاش كان مشا عند الصخر وطلم منه باشي عمر تحتر نجم الدين وهز قمر بنقدي حرك راسول الصخر بمعنى شكرا واخرج من البيت اهبطل تحت وبانو ليه رجال شرطة اخرين داخلين خرج مع الباب وتوجه للسيارة اللي كان واقف جنبها ساجد وبدر قال ساجد ما لها وهو يقول له نجم الدين فاقد الوعي قال بدر خاص نديوها لسبيطار وهو يقول له نجم الدين لا غادي نمشيه لداري ساجد قال بانو ليام خرجين داك الحمار فين غادي نبيه قال ليه نجم الدين صخر غادي تكلم بدر حليه الباب الخلفي وقال طلع الحمد لله خرجات سالمة طلع نجم الدين اللور وهاز قمر بنقديه وركب بدر جنب الساجد اللي كان سايك فاش كانوا مجموعين في دار نجم الدين شافوه خارج بعد ما طلقت تيصار حس ساجد وبدر باللي شي حاجة واقعة وتبعوا نجم الدين حتى شافوه تخلى المركز دي رشد ومن اللي يخرج هو والسخر تأكدوا باللي شي حاجة كاينة شافهم نجم الدين وانتطر يعود لهم لشنو كاين بغاوحتهم يكونوا جزء من الخطة ولكن نجم الدين رفض رفض قطعي وبقوا في المركز احتاج اتصال باقي الرجال ومشاوا معاهم وصلوا الفيلة ودخل ساجد بالسيارة خرج نجم الدين ودخل بلا ما ينتق بحتك المر طلع مع الدروج وتاجه الفيديو حل الباب ودخل حط قمر فوق نموسية وغطاها اهبط لتحت وخرج القدراري واقفين جنب الطموبيل قال هاد شي اللي وقع ما يوصل حد قالوا ساجد وشنو غا تقول القمر ملت فيك قال لي بنجم الدين إلا ما عقلاتش غادي نخليها هاكا تليفون ديال بدر كيثوني جبدو قال اهلو قالت اسمح لي يا اخويا اه لا ماشي اخويا ما يمكنش تكون اخويا وهو يقول البدر شكون معايا قالت انا شروق صاحبة قمر ما عرفناش قمر فين مشات طلعت لبيتها وملت عطلات خلقت عليها وما لقيت حد قلبت انا وآيات الفيرمة كلها وما كينش لها القطع بدر شاف نجم الدين وقال قمر كاينة مع نجم الدين فاش ما جاوهاش عيطات عليها وجي ديتها عندو وهي تقول شروق اه في الحمد لله تخلعت خفت لا يكون تنادم مع هالحال وهربات قال بدر الا ها هي معانا قالت شروق واش غادي ترجع دار ليه نجم الدين لنا وهو يقول لا غا تبقى هنا قالت شروق بنت الكلبة وشديت فمها وقالت اه اسمح لي ما قصدش نسب ليك خدك والله معانيتها صافي انا غدا نسرسب بنادم قوليها غير تهنم قال بدر واخا شكرا وهي تقول شروق هانيا غا نقطع تغلف رازق وقطعات قالت اويلي الله يمسخني علاش قلت ليه تهالله فراز تفوع ليها ايات كتخنزل فيها وقالت كيفاش هربات وهي تقول شروق ما هربات ما والو راها معا خوف كنقول لها فيك الدودة وكتقول لي يلا ها هي سمحات فينا ومشات كتجري عندو هبطات شروق وآيات وطمأنوا الجدد وحائشة اللي كانوا مش طونين وقالوا لهم بلينشات شوف نجم الدين بعد ما تقدم العشاء بدأوا النساء كيخرجوا بحالهم سولوا على العروس وقالوا لي هم طلعات ترتاح توادعات آياته عائشة مع الجدد وخرجوا كان عبد الرحمن واقف بسيارته كيتسنى فيهم ركبات عائشة القدام وجات آيات تركب وهي تلمح أمير قالت في السيارة وكيشوف فيها بقى تحطى إدها على فونية الباب وكتشوف فيه دقات قلبها تسارعه وعينيها تغفره بالدمور وهي تقول عائشة انتي طلعيه آش كتسنان قالت آيات ها ها وخا طلعات وحضرت راسها حد سدموحها غير بسز وتحركات السيارة وأمير قمتبحها بعيني حتى بعدات شاف الأم ديالو خارجة وهو يهبط حلها الباب وطلعات عدركب تموها دين في الطريق ملاكة تهدر معاه وهو عقله مع آيات واصلوا ضد دار وكيف نزلوا وهو ما يوقفوا عليهم رجال الشرطة قال الشرطي انتي ملاك القرطبي قالت وي هي أنا قال أمير علاش كتسول عليها وهو يقول الشرطي تفضلي معانا لمركز الشرطة قال أمير وعلاش بالسلامة وهو يقول الشرطي احتلت مماك وتعرف تفضلي معانا ملاك تخطفي هاللوم وقالت علاش غنمشي معاكو أنا معدرت وانو قال الشرطي من الأحسن تفضلي بهدوء ومن اللي توصل للمركز غدا تعرفيه كل شي أمير قال بعصبية ما غاديش نتحركو من هنا إلي ما عرفناش علاش غدا تمشي معاكو ما الكي نسيبا الشرطي وره الورقة اللي في إيدو وقال عندنا مذكرة باعتقالها وإلى الدخلتي ما غاديش يعجبوك العواقب قالت ملاك إلا أنا غدا نشي معاكو وشافت في أمير وقالت له غير خليك أنا نشوف لاش فغاوني ونرجع وغدتصل بالمحان غير دخل الدار تسناني جروها البوليس وطلعوها لسيارة ديالهم وأمير ركب سيارته وطبعه ووصلوا للمركز ودخلوها لمكتب الضابط سخر قيلس في مكتبه اسمع الدقان هو يسمح لهم بالدخول شاف هم جارين ملاك بغاوي يسدوا الباب وهو يدخل أمير بغاوي يجريوا عليه وهو يمنعهم صخر قال غير خليوه وشاف ملاكو قال قلسي قلسيت في الكرسي وكل هاكت قفقف من نظرات صخر اللي زرعوا فيها الرعب طلب من أمير يقلس حتى هو واتكى الصخر على الكرسي وفتح ملف قدامه قال ملاك القرطبي زوجة المرحوم عثمان العابيري عارفة على الجيتيل هنا؟ قالت أه؟ لا؟ ما عرفتش؟ هو يقول صخر بلا مقدمات غادي نحكي ليك قصة قصيرة كنتي خدامة في شركة العابيري شحال هذا؟ مزوجة وعندك ابن من ليت وفات زوجة رئيسك في العمل درتي خدمتك وتزوج بيك في نفس العام لحد الساعة مزيان وبعد سنوات وليتي من حاملي الأسهم في شركة العابيري ومن بعد حولتيهم باسم ولدك من لي مات زوجك المحترم تعلن على إفلاس الشركة وقضية الضرائب إلى آخره أنتي خرجتي بلا خسائر بالعكس ترفحتي كتار ودرتي بيزنس خاص بيك ممكن تقولي لي مين جاوبتك الفلوس؟ قالت كنت كنجمعهم وحطهم في البنك قالت صخر آه ماشي تحولوا من حساب ناصيف العابيري لحسابك قالت آه؟ هو يقول صخر ناصيف ولد خراج لك إذن مابينتكم احتقر